اشتركوا في القناة بالجمال والحب والحظ الاصغر وا 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 الى ما لنهاية طبعا رح تنتقل هي من الثور للجوزاء بعد منتصف ليلة الاربعاء على الخميس في تمام الساعة 12 و34 دقيقة زي ما حكينا بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج طبعا الظهرة رح تمكت في مرج الجوزاء حتى صباح يوم الاثنين 18 سبعة يعني في تمام ساعة 1 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بالنسبة لكوكب الظهرة احنا حكينا عنه انه طبعا هو اللي بركز على الامور العاطفية على الحب على الانسجام على المال على الجاذبية وعلى التفاهم والميول الفنية ولكن في لحظة نحوستو بصير يركز على الغير وعلى العناد أكثر في هاي الفترة رح يشعر موليد برج الجوزاء بتحسن رح يطرأ على مظهرهم الشخصي وعلى قوة العاطف عندهم وانجذاب أفراد الجنس الآخر لإلهم بيستفيد طبعا مع موليد برج الجوزاء الموليد الأبراج الهوائية مثل الميزان والدلو والنارية مثل الحمل والأسد والقوس وكل شخص لما انولد كانت الزهرة موجودة عنده في برج الجوزاء طبعا اللي بنولد وبكون الجوزاء موجود يعني الزهرة موجودة في الجوزاء فهنا هتولى الأشخاص بتكون بيكونوا عاطفيين ولكن ممكن يجدوا صعوبة في التركيز في عاطفتهم على شخص معين فعشان هيك ممكن يحبوا أكثر من شخص في نفس الوقت بالنسبة للزوايا عشان نحدد قوة الزهرة بحضوضها ونحستها خلال هذا الشهر فعنا زوايا رح تشكلها الزهرة وهي تقريبا رح تكون ثلاث زوايا أساسية اللي رح تحدد بالنسبة لإلنا كيف وضع الزهرة رح يكون أثناء وجوده في الجوزاء الزاوية الأولى هي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي رح تكون يوم تسعة وعشرين ستة وعند حدوث هذا الاتصال دائما بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا شيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وكمان بتسهل بعملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا إلى المرونة في التعامل كمان هاي الزاوية بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهذه القدرات مثل الفن والديكور والتجميل وما إلى ذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين زحل وهاي رح تكون يوم 13 سبعة هي مناسبة للاستقرار وخصوصا على المستوى العاطفي وبتضمن لك برضو في نفس اللحظة إخلاص محبوبك اللي ممكن إذا بدر بأي شيء عاطفي بالفترة هاي يعني يكون في نوع من أنواع الثقة المتبادلة أما بالنسبة للزاوية الثالثة والأخيرة من الزوايا البطيئة فهي زاوية سلبية جدا في لها بعض المطار لازم نحذر منها هاي الزاوية زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون طبعا اثنين لهم علاقة بالشفافية والحب والعاطفي والجمال والأمور هاي ففي هاي الزاوية تحديدا لغيوم 14 سبعة بتحسبوا يومين ما قبل اللي هو من 12 سبعة لغاية يوم 16 سبعة ما مننصح بعمليات التجميل نهائيا لأن هدول الكوكبين الأساسيات اللي بيحددوا هاي الأمور فهدول اليومين من 12 سبعة لغاية 16 سبعة حاولوا انكتب تنعوا عن اللي عندهم عملية تجميل انه ما يقربوها نهائيا طبعا هي بالنسبة لهاي الزاوية أكثر تركيزها بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية وهذا الشيء ممكن يعكر مزاجنا وخصوصا لما يظهر الماضي اللي يعني استغل تم استغلال بعض الأشخاص فيه فهذا الشيء رح يأذيهم بالنسبة لزاوية التربيع هاي طبعا هنا هذا تحذير ده اللي عندهم أطفال هاي زاوية التربيع معروفة انها زاوية بتزيد من خلالها عمليات التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال فعشان هيك في هاي الفترة اللي عندهم أطفال ينتبهوا عليهم ما يخلهم يغيبوا عن نظرهم وبرضو يعني لا نوع من أنواع حمايتهم ان شاء الله ما بصيب أي حد يعني ولكن هاي الزاوية شوي مؤذية بما أنه تواجد الزهرة في الجوزاء بشكل زوايا إيجابية وقوية أثناء تواجدوا إلا هاي زاوية التربيع النهائية فمعناته أغلب الوقت رح يكون بحالة سعادة إلا في آخر أيامه اللي هي بتتشكل الزاوية اللي حكينا عنها فرح يكون في إيجابيات قوية طبعاً لوجود الزهرة في الجوزاء في تغيير إيجابي على كافة موليد الأبراج ولكن في مجالات متغايرة فخلينا نشوف نطلع عليها ونشوف كل برج يركز على إيش في خلال الفترة هاي عشان يكون عنده الاستفادة بالشيء اللي بيعلمه برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً النجاح عندهم رح يكون عالي جداً بالدراسة بالسفر القصير بالاتصالات بالتسويق بكل شيء بيتعلق بالإلكترونيات أو السيارات ممكن شراء سيارة والاهتمام بتصليح ترميمات أمور من هذا القبيل وبتكون في هاي الفترة مرح جداً وبتتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وهي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب والإخوة وتحقيق إنجازات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً هنا التركيز كله رح يكون على المكاسب المالية فهي فترة ممتازة جداً لازم تستغلها بأي طرق ممكن تدخل تحسين على ميزانيتك أو على أموالك فهي الفترة غنية بالفرص والمكاسب المالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات باد دعم هدايا من هذا القبيل هاي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء هنا واللي طالعهم طبعاً البرج الطالع لك جميع الأبراج بيتحسن بيطرأ على مظهرهم الخارجي ورح يصير في عندهم قوة عاطفة وبينجذب أفراد الجنس الآخر لإلهم وبيزيد من لطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعية وهي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية والحظ بيكون حليفك وداعم لإلك في كثير من المجالات برج السرطان طبعاً هذا الوقت أو وجود الزهرة بهاي القوة في برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج السرطان فهي تعطيهم فرصة كبيرة للتعامل مع مؤسسة أو مع شركة كبيرة أو شركة دولية أو أمور هاي وبرضو بيميلوا لمساعدة الآخرين والتضحية والإيثار وهي بما أنها وصلت للجوزاء معناته هي خفت أو بتساعدكم على اكتشاف الأشخاص اللي ممكن يتآمر عليكم من وراء الكواليس برج الأسد طبعاً بالنسبة لموليد برج الأسد هنا الطاقة كاملة رح تكون في النشاطات الاجتماعية واللقاءات والمناسبات وبكون لك حضور قوي جداً هذا الشيء بدعم من علاقاتك ممكن تتعرف على أشخاص جدد أو تبني علاقات جديدة أو تستغل بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم فعشان هيك مشاريعك ممكن تتحقق من مساعدة أصدقائك أو أشخاص دون وفود برج العذرة طبعاً بالنسبة لموليد برج العذرة فهاي بتعطيهم فرصة للتقدم في العمل وللأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل فعشان هيك هاي فترة فيها نوع من أنواع التفاؤل فيها نوع من أنواع النجاح هاي فترة مناسبة برضو للزواج من وسط راقي وبرضو هاي فترة داعم لإلك بقوة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً النجاح كله رح يتركز في مجال السفر البعيد الاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب الدراسة الأكاديمية اللي هي الدراسة الجامعية اللي ما بعد الثانوية العامة والامتحانات والمواضيع القضائية هاي كلها بتكون لصالحك ولكن بدك اليوء تستغلها لأنه رح يكون سلوكك جيد فممكن تثبت علاقاتك ومعارفك بشكل قوي وتحصل على تقدير الآخرين وهاي فترة مناسبة للتنقلات والسفريات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً هنا التركيز كله رح يكون على الأموال المشتركة فممكن يحصلوا مال من تركة أو تعويض أو شراكة أو أموال لإلهم كان صعب يستردوها بيستفيدوا من مكاسب عن طريق الزواج أو عن شراكة أو هبات يعني الفترة هاي ممتازة على المستوى المالي ورح أتجيب لكم فرص ممتازة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً هنا بتفتح لهم أبواب إلها علاقة بالارتباط أو إلها علاقة بالزواج أو تطوير علاقة على المرحلة اللي بعديها فهاي فترة بتعزز الشراكة خصوصاً شراكة العاطفة وشراكة العمل وهي فترة مناسبة لاستعادة الزوجية وتحسين العلاقات مع الشركاء وهذا الوقت المناسب هو للزواج أو عقد شراكة أو شراكة ممكن تكون منتجة وبرضو ممتازة لتصفية الخلافات بشكل ودي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً هاي الفترة بتفتح فرص للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بتعطيكم قدرة على تعزيز العلاقة مع زملائكم والاستفادة من خبراتهم زملائكم بالعمل وهاي الفترة برضو بتعرف نوع من أنواع الانسجام بينك و بين رفقاءكم في الوسط المهني وبتتمتعوا بصحة جيدة مع تحذير والتحذير هذا لموليد برج الجدي إنهم ينتبهوا من ارتفاع الوزن بالفترة هاي لأنه عندهم قابلية لارتفاع الوزن بشكل كبير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً هم برضو من الأشخاص الأكثر المستفيدين تعطيهم وجود الزهرة في الجوزاء حظ على المستوى العاطفي بداية علاقة عاطفية تطوير علاقة عاطفية الانسجام مع الأبناء أو لقاء أبناء مثلاً كانوا مسافرين برجعوا فبتفرح في هذا الأمر برضو بتدعمكم على مستوى المال وفرصة للنساء اللي كان عندهم مشاكل بالحمل إنهم يدخلوا بالحمل بالفترة هاي أو يبدأوا بعلاجات الحمل فهاي فترة ممتازة جداً وفترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت الاستفادة بتيجي في السكن في العقارات في العلاقات العائلية في الحياة في المنزل بتكون ممتعة جداً وهي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة إذا كنت بتملك أملاك عقارية أو بدك تشتغل بالعقارات فهاي فترة ممتازة طبعاً كمان بالنسبة لموليد برج الحوت ممكن يفرحوا إما بمولود جديد أو مناسبة أو فرحة بتصير عندهم في البيت بشكل مفاجئ وهذا الإشي بنعكس إيجابياً لإلهم إنه بتكون حتى هاي المناسبة ناجحة وفيها كثير أشياء ومكاسب لمصلحتهم هيك منكون انتهينا من هاي الحلقة من الأخبار الفلكية عن انتقال الزهرة للجوزاء والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء